تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية أهلا بكم أبناء طلابي طلاب الثانوية العامة مع قناة مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم النهاردة درسنا إن شاء الله هيكون عن المقال معانا نص كمان مكرر في منهج الوزارة تمام التكافل الإجتمام يلا بينا كده نشوف درسنا النهاردة مع بعض يبقى احنا النهاردة إن شاء الله هناخد أدب ونصوص وحناخد المقال العنوان بتاعنا التكافل الاجتماعي في الإسلام على الأستاذ أحمد حسن الزياد مخرجات التعلم من موقع وزارة التربية والتعليم وممكن ناخدها ونشوفها علشان نركز إحنا بندرس إيه وليه وإحنا جب نهالكم معنا برضو هنا على قناة مدرستنا عشان نسهل الأمور عليكم شوية فأنت دلوقتي المفروض بيحدد للتجاه الفكري وميز الخصائص الأسلوبية وهكذا دي نواتج التعلم اللي بنستهدفها من درسنا تعالوا نفتكر كده مع بعض أنواع المقال فيه مقال سياسي مقال اجتماعي مقال اقتصادي بيتكلم في مشكلة اقتصادية مقال فلسفي مقال تاريخي مقال رياضي مقال ديني أنواع متعددة من المقال حسب الموضوعات كمان أنا ممكن أقسم المقال للأسلوب من حيث الأسلوب زي أسلوبه أدبي أو علمي أو علمي متأدب يبقى الأسلوب اللي بيكتب به الكاتب تعالوا نشوف كده السؤال بتاعنا كده ونطبق كل من أنواع المقال من حيث المضمون عدا يبقى فيه تلاتة من حيث المضمون وفيه واحد مختلف تصوير نزالي فلسفي طويل يبقى هتكون كده المضمون هو إيه المضمون المحتوى اللي بيتكلم فيه الكاتب طيب ومال إيه الطويل ده بقى ده الشكل إبازا دية الإجابة المطلوبة ليس من حيث المضمون تعالوا نشوف كده ما بعض الجزء الأول من درسنا النهاردة عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر قد أوشق هذا العلاج أن يكون بعد توحيد الله أرفع أركان الإسلام شأنا وأكثر أوامره ذكرا وعوفر مقاصده عناية ولو ذهبت تستقصي ما نزل من الآيات وورد من الأحاديث في الصدقات والبر لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث بها الله محمدا آخر الظهر إلا لينقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائل الجوع وحسبك أن تعلم أن آية الصيام في الكتاب أربع وآية الحج بضع عشرة وآية الصلاة لا تبلغ الثلاثين أما آية الزكاة والصدقات فإنها تربو على الخمسين كأنما اختار الله لكفاح الفقر أشح البلاد طبيعة وأشد الأمم فقرا ليسرعه في أمنع حصونه وعوسع ميادينه فإن الفقر إذا انهزم في قفار الحجاز كانت هزيمته في ريف مصر وسواد العراق أسرع وأسهل ثم اختار الله رسوله فقيرا ليكون أظهر لقوته كما اختاره أميا ليكون أبلغ لحجته كانت جزيرة العرب إبان الدعوة العظمى مثلا محزنا لما يجنيه الفقر على بني الإنسان من تضرية الغرائز وتمزيق العلائق ومعاناة الغزو ومكابتة الحرمان وقتل الأولاد وفحش الرباء وأكل السحتي وتطفيف الكيل وعانة الكبراء وأثرة الأغنياء وفقد الأمن وانحطاة النار الأثرة في إيثار وفي أثرة الإيثار نفضل الغير أما الأثرة بحب النفس وانحطاة المرء إلى الدرك الأسفل من حياة البهين فلما أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق كانت معجزته الكبرى هذا الكتاب المحكم الذي جعل هذه الأشلاء الدامية جسماً شديد الأسري عارم القوة ونسخ هذه النظم الفاسدة بدستور متين القواعد خالد الحكمة ده الجزء اللي معانا من النص بتاعنا تعالوا نشوف كده نقدر نميز إيه من خلال النص ده ونقدر نفهم إيه من خلال المقال في القطعة اللي قدامنا بيجي لي سؤال يقول لي ميز العنواني الأنسب للقطعة بنا لازم أقرأ قطعة كويس وفهم بتتكلم عن إيه عشان أقدر أختار هو بيتكلم هنا عن علاج الإسلام الفقر تمام وقال كمان فيها لو أنت قعدت تبحثت زهبت تستقصي ما نزل من الآيات وورد من الحديث تعال نحسب كده ونشوف كم آية جات في الصيام كم آية جات في الحج كم آية جات في التكافل الاجتماعي اللي هي الصدقات هل هي تربع على الخمسين يبقى فيه اهتمام ودلالة كبيرة على أهمية التكافل الاجتماعي بقول لي بقى أميز العنواني الأنسب لهذه القطعة هل هو الإسلام ينقذ البشرية ولا حصر آيات الصلاة ولا علاج الإسلام للفقر ولا رسالة الإسلام ها نبدأ نجاوب كده مع بعض تعالوا نشوف كده هو فعلا بيكلمني عن علاج الإسلام للفقر طيب كمان سؤال عندنا بقول له العلاقات والعلاقات ده سؤال مهم جدا بيجينا كتير جدا علاقة جملة بجملة أخرى علاقة لينقذ الإنسانية بما قبلها وإحنا عم نهلكم اللون الأحمر كده معنا علشان تاخد بان كلنا لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث بها الله محمد آخر الدار إلا لينقذ الإنسانية هل دي توضيح ولا تعليل ولا تفصيل ولا نتيجة لينقذ شايفيني اللام دي تمام وضحت قدامنا كده يبقى إذن هي تعليل السبب كمان بيقول اختر الإجابة الصحيحة استطاع الكاتب إقناع القارئ بفكرته عن طريق يبقى عاوز يجيب لهنا إيه الأدوات اللي استخدمها الكاتب عشان يقنعني هو طبعا يتكلم عن استقصاء الآيات ويشوف عددها إزاي وطبعا أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا رسول صلى الله عليه وسلم ليحمل إنسانية وينقذها من شرور الفقرة وجرائر الجوع حسبك أن تعلم وبدأ يعدلنا الآيات كمان قال لنا أن الله سبحانه وتعالى اختار المكان ده اللي هو مكة ليشبه الجزيرة العربية ده طبعا لأن كان هذا المكان في الحجاز مكان قفر شديد الحر وشديد القفر يعني ما كانش فيه حياة والحياة فيه صعبة جدا كمان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اختاره فقيرا كان ممكن يجيبه غني لا هو جابه فقيرا ده له دلالة وله أهمية كبيرة جدا وكمان اداله لبلاغة في اللغة ليكون أبلغ له حجته فالقارئنا حيستمتع بهذه القراءة ولكن الكاتب يريد أن يؤكد عليه الأفكار فكيف أقنعنا الكاتب هل بتوكيد لفظي؟ قررت كلمات هل أسلوب قصر؟ هل تراضف ربط الأسباب بمسبباتها؟ يعني جبل الشيء وسببه تمام فعلا هو ربط الأسباب بمسبباتها وده نستطيع إقناع الآخرين نفس القطعة بيكلمني عن غوائل الفقر وجراءل الجوع وبيسألني دي صورة إيه؟ الصورة هنا هل هي صورة تقليدية؟ صورة مبتكرة؟ صورة كلية؟ صورة واقعية؟ لو كان فكرنا كده ممكن نستبعده من هنا تمام ممكن نستبعد الصورة الكلية لأن الصورة الكلية عاوز مني صوت ولون وحركة كأن الرسام بيرسم معايا الكاتب بيرسم بالكلمات واللي الرسام بيرسم بالريشة فهو كده محتاج صورة كلية طبعا دي مش موجودة في الكلمتين دول أو في الجملتين دول واقعية ولا مبتكرة ولا تقليدية؟ هل ده تقليدي؟ غوائل الفقر؟ كلمة غوائل الفقر وجراءل الجوع شرورها وهكذا وألمها إذن الصورة هنا صورة مبتكرة من الكاتب أحمد حسن الزياد تعالوا برضو نشوف جراءل الجوع برضو ونشوف الصورة فيها إيه؟ هل هي تشبيه بليغ ولا تشبيه مجمل؟ هل هي استعارة مكنية ولا استعارة تصرحية؟ تمام؟ مصور شيء بشيء وحزف يبا دي استعارة أو تشبيه تمام؟ فهو اللي جرائر الجوع هو عمل لي عملية الإضافة جرائر الجوع تمام؟ صح أحسنتم يبا فعلا تشبيه بليغ وده صورته صورة الإضافة هيت معايا كانت جزيرة العرب إباني الدعوة العظمة يبقى بيكلمني عن جزيرة العرب في أثناء الإسلام وكان بتعليج لي مشكلات المجتمع اللي كان موجود زي فحش الربع وأكل السحت وتطفيف الكيل وعانة الكبراء وانحطاط المرء إلى الدرك الأسفل من حياة البهيم هو بيسألني بقى بقول لي استنتج المغزى من قول الكاتب من حطاط المرء إلى الدرك الأسفل من حياة البهيم المغزى من هذه الجملة طبعا هي إظهار سوء حال الجزيرة العربية بسبب النظم الفاسدة طبعا الإجابة ستبقى رقم ألف معنا أجب ما الصفات التي ينبغي أن تتوافر لكاتب المقال الأدبي الاجتماعي؟ تعالوا كده نشوف السؤال ده مع بعض على الشاشة بتاعتنا ما الصفات التي ينبغي أن تتوافر لكاتب المقال الأدبي الاجتماعي؟ لعشان يبقى فيه صفات ده كده سؤال مقالي نحن عرفنا أنه ممكن يجدنا أسئلة مقالية طيب عندي زكاء الكاتب ده شيء أساسي معنا قوة الملاحظة يقزت الوجدان الحماسة لما يدعو إليه بديت صفات لابد أن يتميز بها من؟ كاتب المقال الاجتماعي طب زكاء الكاتب آه علشان فعلا يقدر يعبر عن الموضوع ده بطريقة كويسة ويكون عنده قوة ملاحظة يلاحظ حتى المشكلات المجتمعية ويقدر يتكلم عليها تماما يقزت الوجدان بيكلمني عن الحسة والشعور بتاع هذا الكاتب الكاتب طالما بيتكلم فيه موضوع اجتماعي إنما الموضوع العلمي مش هيبقى محتاج كده لأن الموضوع العلمي بيبقى محتاج حقائق مش محتاج خيال فيه تعالوا كده نشوف تطبيق معانا من النص المتحرر نصوص متحررة عندنا من مقال الصغيران للرافعي في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس وتوارق الليل وبقي من يقزة النهار تحبف الطريق ذاهبة إلى مضاجعها وقت بالليل الناس رجع فبينما أمد عيني وأديرهما في مفتتح الطريق ومن قطعه إذ انتفضت انتفاضة الظعر الشاعر نفسه الكاتب الكاتب نفسه انتفض انتفاضة الظعر هنا شفته الشعور الإحساس ظاهر هنا ووثبت رجة القلب بجسم كله كما تسب اللاسعة بملسوعها ذلك حين أبصرت الطفلين صغيران حين أبصرت الطفلين صغيراني ضل عن أهلهما في هذا الليل إبدا الموضوع يمشيان على حيد الطريق في زلة وانقصار طفلين صغيرين وتحسب أقدامهما من التخازل لا تمشي بل تتزحزح قليلا قليلا فكأنهم موقفان أكبرهما طفلة تعد عمرها على خمس أصابعها والآخر طفل يبلغ ثلاث سنوات ينحدران في أمواج الليل وقد نزل بهما من الهم في البحث عن بيتهما ما ينزل مثله بمن تطوح به الأقدار إذا رقب البحر المظلمة ليكشف عن أرض جديدة دي النص اللي معنا المتحرر وبيسألني اختر الإجابة الصحيحة علاقة وإحنا كلمنا أن العلاقات مهمة ذلك حين أبصرت الطفلين بما قبلها بل كما يتسبوا اللسع بما لسوحها ذلك حين أبصرت الطفلين هل ده توضيح ولا تعليل ولا تفصيل ولا نتيجة أنا ممكن أستبعد من هنا إيه؟ أنا ممكن أستبعد التفصيل لأن التفصيل ده سيبقى أجيب لي شيء كبير ويبدأ يفصلولي أجزاء تمام؟ يبقى ده التفصيل أقدر أستبعده طيب هل بقى هل توضيح توضيح لإيه؟ لازم برضو تعرف لازم فيه كلمة مش واضحة أو جزء مش واضح وأنا بجيب الكلمة دي أو الجملة دي التوضح لي المطلوب تعالوا نشوف كده مع بعض هي التعليل كما تسبوا اللسع بما لسوعها ذلك حين أبصرت الطفلين لأن هذا حدث عندما أبصرت الطفلين نفس النص اللي معانا المتحرر وبنسأل عنه وبنسأل عن العاطفة المسيطرة على الكاتب في المقال السابق هل عاطفة النصحن؟ هل عاطفة اعتزاز؟ هل فزع؟ هل تحدي؟ أنتوا شفتوا كده وبتكلم عن الطفلين الصغيرين اللي ضلوا الطريق وتاهوا من أهلهم طب مين يقدر بقى ينقذهم؟ هم طفلين صغيرين؟ والموقف هو حكونا بنت عندها خمس سنين وولد عنده ثلاث سنين يقول لك نزل بهمة من الهم في البحث هل ده نصح؟ طب هو بينصح مين؟ هل هو اعتزاز؟ طب هو بيعتز بالطفلين؟ ولا فزع؟ أصابه الفزع؟ ولا التحدي؟ تمام؟ تعالوا نشوف كده مع بعض الإجابة بتاعتنا تبقى الفزع فعلا عاطفة هنا عاطفة الفزع من هذا الموقف ده اللي عليه الألفاظ اللي هي موجودة معي طيب كده يا ابناء الطلاب نقدر نقول مع بعض إن احنا النهاردة خدنا نص المقال نخدنا نص المقال والمقال بتاعنا نص المقال اللي هو معانا التكافل الاجتماعي وده طبعا كان تطبيق كمان على ترس المقال في الأدب وجمعنا كمان معانا نص متحرر عشان نتدرب على شكل الامتحين خدنا في المقال واتكلمنا عنه باستفادة وإن المقال فيه مقال من حيث الشكل طويل وقصير وخدنا من حيث المضمون النزالي والتصويري والفلسفي طبعا المقال اللي احنا خدناه ودرسناه كان بيتكلم في موضوع اجتماعي قضية اجتماعية واتكلمنا في نقطة مهمة جدا قلنا الكاتب الذي يكتب في هذه الموضوعات لابد أن يتميز بأمور مثل الذكاء تمام والعاطفة لابد أن يشعر بهذا الموضوع الذي يتكلم فيه أما مثلا المقال العلمي فعرفنا كويس جدا وبيهتم بحقاق علمية وما بيكونش فيها عاطفة ولا شعور طيب أبناء الطلاب تعالوا بينا نشوف كده الملخص بتاعنا بقى سريعا على الويد بورد بتاعتنا أبناء الطلاب في دراستنا لفن المقال وهو من الفنون النثرية تعالوا كده نشوف ممكن نتناول المقال من حيث الشكل فنقول أنه فيه مقال طويل ومقال قصير كده تناولته من حيث الشكل أنا ممكن أخذ جانب آخر وأخذ المضمون والمضمون مثلا أخذ فيه النزالي مقال نزالي مقال نزالي تمام وممكن أخذ مقال فلسفي وممكن أخذ كمان مقال تصويري طيب هل ممكن أعسم كمان المقال لفرعة آخر ممكن أخذ جانب آخر من المقال غير الشكل وغير المضمون وأنا ممكن أخذ الإسلوب اللي الكاتب بيكتب به المقال وهنا أنا ممكن أقول أن أنا عندي إسلوب أدبي وعندي إسلوب علمي زي المقالات العلمية وعندي إسلوب علمي متأدب بيجمع بين الأمرين طبعا من سمات المقال له سمات عامة لازم ناخذ بالنا منها لازم المقال ده يتميز بالذاتية ولازم كمان القصر تمام ولازم يكون يحقق لي الإقناع والإمتع دي سمات عامة معايا في المقال شكرا أبناء الطلاب أتمنى يكون الملخص ده وضح لنا المقال أبناء الطلاب بعد ما شفنا موضوعنا النهاردة والملخص بتاعنا على الويد بورد أتمنى تكون فهمته المقال والتكافي الاجتماعي ونكون كلنا متعاونين لخدمة المجتمع شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والججرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية تلتة سنوية